أغلب الفنانين والفنانات يقومون بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يقتربوا من جمهورهم وحتى يكونوا أيضا قاعدة جماهرية كبيرة ولكن قد تتحول هذه الصور في بعض الأوقات إلى سببا للحرق وتجعل الفنان يتمنى أن يمحوها من ذاكرة جمهوره وسوف نستعرض معكم مجموعة من الصور لأبرز هؤلاء الفنانين الذين مروا بمواقف محرجة أول صورة معنا للفنان محمد حمائي والفنان محمد حمائي من أجمل الأصوات المصرية وبالإضافة إلى صوته الجميل فهو دائم الاهتمام بمظهره الخارجي وهو بالفعل مثال حي للأناقة وقد انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان محمد حمائي قبل الشهرة وهو يجلس على سريره ويمسك سماعة التليفون ويرتدي نظارة عجيبة ورغم أن هذه الصورة لا تسيء للفنان محمد حمائي على الإطلاق وتعتبر صورة عادية جدا إلا أنها كانت سببا فئة سخرية منه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان محمد فؤاد وقد تعرض الفنان محمد فؤاد لموقف محرق جدا في عيد ميلاد الفنانة من فضالي وذلك في عام 2011 عندما أقامت الفنانة من فضالي حفل عيد ميلادها وقد تعرض الفنان محمد فؤاد إلى الإحراج الشديد بسبب حالة السكر التي كانت عليها من فضالي بالإضافة إلى تصرفتها الغريبة ورغم أن منا اعتذرت ألاف المرات إلى أن ذلك لم يغفر لها كما قرر الفنان محمد فؤاد عدم التعامل معها في أي عمل فني بعد ذلك الفنانة هيفاء وهبي وما زالت قصة الفنانة هيفاء وهبي إلى الآن مع ابنتها زينب تصير الجدل وخاصة بعد أن نشرت الابنة زينب فياد صور لحفيدتي هيفاء ورغم أن هيفاء لم تنكر وجود الابنة إلى أن هذه القصة حولها العديد من الألغاز وفي البداية عبرت هيفاء عن اشتياقها وحبها وحنينها لابنتها ثم بعد ذلك لم يعد هناك حديث على الإطلاق وأصبحت هذه المنطقة محرمة وأي شخص يريد أن يأذي شعورها لأي سبب ينشر هذه الصورة وأصبحت هذه الصورة شوكة في ظهرها ومعروفة عن الفنانة عبير صبري إنها بتهتم دائما أن تظهر بأجمل صورة أمام جمهرها وقد سقطت الفنانة عبير صبري على الأرض في مهرجان سلاء المغربي فكانت سقطة مؤلمة جعلتها تجلس على الأرض حتى تأتيها المساعدة ثم وجهت عبير كفها للجمهور في إشارة صريحة منها بأنها قد تعرضت للحسد كما أكدت كثيرا أنها قد تعرضت لبعض المواقف الغريبة في حياتها بسبب الحسد الفنانة دولي شهين وقد تعرضت الفنانة دولي شهين في أحد المناسبات العامة والتي جمعت بين الفنانة اللبنانية دولي شهين والمخرج أحمد البدري وقد اشتبك شعر دولي في أحد أزرار قميص أحمد البدري ورغم أن هذا الموقف يعتبر من المواقف الطريفة إلى أنه كان موقف محرج جدا لكليهما سمى المصري وقد تعرضت سمى المصري لموقف محرج بعد أن سقطت على السجادة الحمراء أثناء مشاركتها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وقد تعرضت بعد هذا الموقف إلى السخرية الكبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومعظم التعليقات كانت سعيدة بهذا السقوط وأكدوا أنها تستاهل الفنانة الإماراتية أحلام ولم ينسى الجمهور وقعت الفنانة أحلام في برنامج أرب أيدل وهذا عندما صرخت على الهواء من الجوع وطلبت وجبة كينتاكي وبالتالي أصارت ضحك الجمهور ولجنة التحكيم وبالفعل حصلت أحلام على ما تريدوا وتم إحضار الطعام الذي تريدوا لها ولكنها أصرت الجدل كثيرا حول هذا التصرف والذي وجده البعض أنه تصرف غريب ولا يليق بنجمة كبيرة الفنان عمر دياب ومعروف عن الفنان عمر دياب الأناقة كما أنه دائما الاهتمام بمظهره وقد تسبب عمر دياب في صدمة الجمهور ومحبيه حينما ظهر في كليب أغنية الليلة وهو يرتدي شب شب وقد تعرض بعد هذا الموقف إلى السخرية الشديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن استياءهما الشديد من هذا التصرف الغريب الفنان والنجم الكبير عد الإمام وقد تعرض النجم الكبير عد الإمام إلى السخرية الشديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن نشر الممثل الشاب أحمد فريد سورة سيلفي مع عد الإمام وذلك عندما ظهرت ملامح وجه الزعيم بدون مكياج مغايرة تماما لإطلالته في المسلسل الأخير عفريت عدلي علام وظهرت للمرة الأولى تعليقات ساخرة من الفنان الكبير تطالبه باعتزال الفن فيفي عبدو وقد تعرضت الفنانة فيفي عبدو للسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب سجارة ولم تكن المشكلة في تدخين السجارة فهي وغيرها من الفنانات تفعلنا ذلك ولكن ما تسبب في الهجوم عليها أنها كانت تجمع بين السبحة والسجارة في لقطة واحدة مما جعلها عرضة للسخرية الكبيرة من الجمهور كما تعرضت أيضا النجمة الكبيرة نبيل عبيد والفنانة فيفي عبدو لموقف محرق جدا وذلك حينما تبادلت الإسنتان في إحدى المناسبات العامة قبلة بالفم وأصارت هذه القبلة هجوما حدا ضدهما وقد أكدت النجمة فيفي عبدو أنهم كانوا على خلاف وكانت هذه القبلة تصريح مباشر للجمهور بأن كل الخلافات التي كانت بينهما قد انتهت ورغم كل هذه المبررات أكد الجمهور أن هذا التصرف غير لائق الفنانة سهير رمزي والفنانة صابرين وقد تعرضت سهير رمزي وصابرين لموقف مشابه لهذا الموقف كما تعرض للنقد الشديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لأنهما قاموا بتبادل التقبيل من الفم وقد أصار هذا التصرف ضجة وبلبلة كبيرة بين جمهورهم كما تحدثت الفنانة سهير رمزي في أحد البرامج التلفزيونية عن هذا الموقف وقالت كان المكان مزدحما وصابرين بمثابة شققتي وكانت قبلة خفيفة ولم تكن قبلة من الفم بل كانت قبلة عادية والمهم من نية قد كده الصحافة فاضية علشان تسب الناس هي دي الصحافة واللي بيحصل ده عب وحرام وما يرضيش ربنا وده يعتبر شيء بسيط جدا ولكن الصحافة دائما بتحب تكبر المواضيع وهذا كان كلام الفنانة سهير رمزي عن هذا الموقف المحرج الذي قد تعرضت له هي والفنانة سابرين والفنانة سهير رمزي والفنانة سابرين من الفنانات القديرات ولكن دائما الصحافة بتعطي الأمور أكثر من حجمها وهم لم يقصدوا الإيحاءات على الإطلاق بل تصرفوا بعفوية تمة مع خالص الأمنيات القلبية للفنانة سهير رمزي والفنانة سابرين بمزيد من التألق والنجاح وشكرا جزيلا لحضراتكم لحسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر